موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيبة الاقتصادية في حقيبتنا لهذا الأسبوع ملف التطوير العقاري العقارات في فلسطين الأهداف والطبوحات والتحديات والصعوبات أسعار الشقق لماذا تختلف بين محافظة وأخرى بل وتختلف بين منطقة وأخرى في ذات المدينة كل هذه الأسئلة يجيب عليها السيد المهندس خالد الفارس المدير التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة وعضو اتحاد المطورين العقاريين يعني كستانس خالد كيف هو واقع قطاع العقارات في فلسطين في ظل هذه الظروف الاقتصادية صعبة التي تمر بها فلسطين تحديدا في ظل قرصنة الاحتلال على أموال المقصة الفلسطينية؟ بلا شك أخي فراس طبعا أنت وأخواننا المشاهدين يعرفوا حجم التحديات اللي بعاني منها المجتمع الفلسطيني ككل والقطاع العقاري بشكل خاص احنا بنعرف أنه يعني أراضينا هي محتلة من الجانب الإسرائيلي وأكتر من 70% من الأراضي هي مصنفة أراضي سي وهذا الحكي بضغط قاعد بشكل كبير على القطاع العقاري واللي بزيد الضغط أكتر وأكتر أنه المرحلة الصعبة اللي بمر فيها المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني والحملة الشرسة التي تمارس علينا سياسيا واقتصاديا وانخفاض معدل الرواتب لما يزيد عن النصف لمدة 6 شهور بالحقيقة القطاع العقاري يعاني بالفترة الحالية من شح السيولة في الأسواق نتيجة للظرف العام الموجود ولكن نتأمل خلال الفترة القادمة أنه الوضع يتغير هو الحقيقة أنه فيه طلب فيه حاجة فيه حاجة لأنه إحنا بنعرف أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي أكتر من 70% أخي فراس من المجتمع الفلسطيني تحت سن 30 سنة أكتر من 50% من المجتمع الفلسطيني بالضبط أكتر من 50% هم تحت سن 18 سنة فإحنا بنحكي عن مجتمع فتي مجتمع بحاجة لبيوت بحاجة لشقق بحاجة لمكاتب بحاجة لمحلات هذه الحاجة موجودة وملحة وضغطة ولكن للوضع الاقتصادي لشح الأراضي لارتفاع أسعار العقارات إحنا في الوقت الحالي بلا شك الوضع العقاري في فلسطين كل فلسطين هو وضع صعب ولكن نتأمل أنه هاي المرحلة نتجوزها بأسرع وقت مرتبطة بأموال المقاس صحيح طب حاليا هل واصلت أسعار العقارات في الارتفاع أم حافظت على أم بقيت كما هي بذات الأسعار في ظل خلينا نقول قلة الطلب في ظل الوضع الاقتصادي الحقيقة ارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل كتيرة أهم عامل بلا شك وأهم مدخل في القطاع العقاري هو مدخل الأرض الأراضي لشح الأراضي الموجودة ندرة الأراضي الموجودة لأنه يعني في معظم المدن الفلسطينية للأسف ما كان فيها طابو طبعا إحنا بنا نشكر دولة رئيس الوزراء اللي هو قاعد بشجع ومشيين في تطويب الأراضي وتسجيلها وهذا برنامج وطني مهم لازم نذكره ونشكر القائمين عليه بلا شك الأسعار هي بترتفع ولكن مش بالمعدلات اللي كانت ترتفع فيها في الماضي أما رجوع للأسعار لورا ما فيه للأسف نحنا طبعا نتمنى كمطورين عقارين أنه الأسعار تنزل لأنه كل ما الأسعار تنزل معنا إحنا نقدر نبيع أكتر وبنقدر نلب رغبة الناس أكتر ولكن المدخلات البناء اللي أهمها الأرض والحديد والإسمنت هي كلها أسعارها عالمية ومش بإيدينا وأسعار عالية صحيح ولكن نتمنى أنه يعني الأمور تتحسن طبعا إحنا بندعو أخوانا في البنوك الفلسطينية وأخوانا المطورين العقارين أنه نحاولوا يسهلوا عن الناس المطور العقاري أنه يحاول يقدم تسهيلات بشكل مباشر من خلال بدون حتى وساط البنوك لفترة لما تكون الفترات الزمنية قصيرة وبنفس الوقت بندعو البنوك أنه يتقلل من أسعار الفائدة وأسعار الفوائد اللي بتاخدها البنك حتى يقدر المواطن الفلسطيني أنه يمشي إحنا بصراحة في اتحاد المطورين وبحكي بإسمي في النبالي وفارس العقارات كنوا إحنا رياديين بهذا القطاع ومع زملاء إحنا بندعو الحكومة لعمل برنامج وطني بحيث أنه يمكن الشباب اللي بين عمر 25 و 30 سنة من امتلاك البيت الأول البيت الأول بهدف تتبيت المواطن الفلسطيني في عرضه لأنه أخي فراس أنت بتعرف أنه إحنا معركتنا هي معركة صمود معركة وجود في هذا الأرض وفي الوقت اللي الاحتلال في بهدم بيوتنا وبيهد يوم يوم والمستوطنات تقام في أقصى المدن الفلسطينية وحواليها وحواليها وخانق المدن الفلسطينية إحنا وظيفتنا كقطاع خاص وكقطاع عام كحكومة وكشعب أنه إحنا نتكاثف بحيث أنه إحنا انتبت المواطن الفلسطيني في أرضه أن نعزز صموده وأنا في نظري أهم معززات الصمود هي أنه الإنسان يمتلك بيته صغير اللي هو عبارة عن وطنه صغير إذا ارتاح فيه واستقر فيه بدون ما يكون عنده أعباء مالية ضخمة تضغط على حياته اليومية أنا متأكد أنه معدلات الهجرة بالتأكيد رح تقل صمودنا رح يزيد ورح يعزز تواجدنا على أرضنا طيب من ضمن القضايا الملحة والناس دائما بتحكي فيها تحديدة في رمالة والبيرة وقد تكون في رمالة أكثر من البيرة هو الارتفاع غير طبيعي لأسعار شقك يعني فيه شقك 300 و 400 ألف دولار يعني لما أنا كأحد أبناء قرية ترقومي هي إحدى قرى الخليل لما بقول لأبوي أنا ستريد شقك بـ 45 ألف دولار وبقول لها غالي وبقول لأ بأسعار رمالة رخيصة بحكي له بأن بهذا السعر تبني شقك فيه ترقومي لماذا هذا الارتفاع الكبير جدا فيه أسعار شقك في رمالة في بعض المناطق في رمالة تحديدا المصيون والطيرة عن باقي المناطق حتى المناطق في رمالة أول بير أو حتى في باقي مناطق الطفة هي أنت بتعرف أنه إحنا في سوق شبه حر في أسعار الأراضي مرتفعة وفي بعض الناس بأنه شقاق هي بتكون فارهة نوعا ما فبتوصل لهاي الأرقام اللي حضرتك بتحكي فيها وأنا بعتبرها فعلا أرقام فلاكية ولكن حتى هذا النوع من الشقاق يعني فيه له ناس وفيه ناس بتحب هذا النوع من الشقاق ولكن أنا بدأ أحكي لك وبدأ أكون صادق معك أنه بشكل عام في محافظة رمالة و البير اليوم أسعار العقارات هي أسعار معتدلة لا تعتبر مرتفعة إذا ما قرنت بمدن وعواصم الجوار زي عمان حتى أو زي يعني لا تقرن أسعار الشقاق في رمالة بأسعار الشقاق في بيروت إطلاقا أسعار الشقاق في بيروت وصل مليون دولار لكن في عمان أرخص لا لا في عمان في الأحياء الراقية لا أسعار الشقاق يعني حتى الرقي هناك غير الرقي هناك هناك دولة قائمة هنا نحن سلطة تحت صحيح أخي فراس بس إحنا لما نحكي في دولة زي الأردن برضو في عندهم أراضي شاسعة إحنا كمان أراضينا للأسف محصورة إحنا على بعد يعني لما إحنا على بعد أمتار من من الستوديو اللي إحنا جلسين فيه إحنا وحضرتك موجودة مستوطنة بيت إيل وموجودة مستوطنة عوفر والمستوطنات خانقة المدن الفلسطينية بكل معنى الكلمة إحنا ما بنقدر نبني في أراضي سي وإذا إحنا يعني حدا غامر ما فيه بنية تحتية ما فيه كمان إفراز ما فيه طابو فيه معوقات كبيرة وتحديات بصراحة جسيمة ولكن كمان إحنا كمطورين عقاريين وبحكي بإسمي وأسم زملائي إحنا أولادي البلد وأهلي البلد وإحنا بنظل صندين ورسالتنا كمان إنه إحنا نبني ونعمر لأنه هذا جزء من رسالتنا الوطنية إحنا زي ما مزارع بالأغوار بالزرعة شجرة نخيل وبصمد وبحميها إحنا كمان بنبني وبنحط حجر على حجر حتى إحنا نتبت شبابنا ونتبت أهلنا في بيوتهم ونظل مستمرين إحنا كان عنا اجتماع اليوم مع دولة الدكتور محمد اشتية وطاقمه وحكينا كتير في آلية دعم القطاع الخاص بشكل عام ودعم القطاع العقاري بشكل أكتر خصوصية وكيف إنه هذا القطاع يستحق الدعم واستحق كل عناية وهو دولته أكد على الشراكة ما بين القطاع العام وبين القطاع الخاص وأكد إنه رح البروكراطية تقل في المؤسسات إحنا بنعاني من بروكراطية هائلة موجودة في الحكومة أو في البلديات تحديدا يعني المشكلة ضرائب اللي تفرضها الضرائب والرسوم تفرضها البلدية عاقب عليكم بلا شك بلا شك الضرائب اللي تفرض وتفرضها كيف يتم احتسابها وكيف يتم احتسابها المطور العقاري للأسف يدفعوا المواطن طبعا نتمنى إنه هاي النقاط يعني يتم بحتها مع بلدية رمال الله طبعا طبعا إحنا بنحكي عن مبلغ مش بسيط بتكون عامل عمارة 16-18 شك بتطلع المبلغ طبعا طبعا وهذا بيكون بالتأكيد بنعكس على ربح المطور العقاري وعلى أهم ربح المطور العقاري بنعكس على المواطن لأنه كل ما زادت مدخلات التاكلفة بزيد السعر وهذا للأسف يعني بنعاني منه حقيقة طب يعني أنتو كمطورين عقاريين كاتحاد أو كجمعية المطورين عقاريين فيه إلك يعني مفاوضات مع البلدية فيما يخص هذا الموضوع أولا ثانيا فيه موضوع ارتفاع ارتفاع العمارة السكنية لماذا تحدد البلديات ارتفاع ب بضعة طوابق فقط لماذا يكون هناك ارتفاع أكثر في ظل محدودية الأراضي بكلامك صحيح ويعني بدي أشكرك على هذا السؤال هلأ هم في بعض الأراضي لها تصنيفات خاصة يعني كل أرض بيكون مصنفة وموجودة طبعا هو دايما الحجة الموجودة وهي حقيقة ولكن لازم يعمل عليها من قبل كل الجهات من قبل شركة الكهرباء ومصلحة المياه اللي هي بلا شك البنية التحتية احنا بحاجة لتأهيل البنية التحتية بحيث تقدر إنه إذا البلديات بدها ترفع عدد طوابخ مثلا من خمسة لسبعة أو من خمسة لعشرة مثلا يكون فيه إمكانية وهذا الحكي يعني ضروري يندرس لأنه إحنا مع شح الأراضي الموجود تتبع عمودي بالضبط خصوصا مع النمو الهائل في عدد السكان إحنا بنحكي يعني معدل نمو السكان في فلسطين هو معدلات العالية صحيح عالميا وزي ما حكينا إنه أكتر من 70% من الشعب الفلسطيني هو تحت سن 30 سنة فبالتالي في الطالب على شقق راح يتضاعف بشي سيد مية بالمية فبالتالي يجد إيجاد حلو القديل أخي فراس إحنا في حاجة في الضفة الغربية بسنويا لما يقارب من 25 إلى 27 ألف وحدة سكنية هذا عدد يعتبر عدد كبير وحتى اليوم الأسعار الأراضي بالقرى ترتفع لأنه بالأسف سياسة الاحتلال هي سياسة وحدة يخنق القرى والمدن الفلسطينية وتحويل المجازة إلى أجزاء أكثر وأكثر ولكن يعني إحنا موجودين والشعب الفلسطيني هو شعب حي راح يظل متمسك في أرضه متمسك في وطنه مهما صار وهذه رسالة وطنية كلنا إن شاء الله بكون حرصين عليها أنت بسيفك واللي هو الإعلام وبقلمك كل واحد في مجاله يبناء ويخدم هاي البلد ببناء الحجر والحديد كل واحد في دوره خالد أنت بلشت في موضوع العقارات الصغير نعم صحيح تحكي لنا يعني تأظهر مني بالعمر كيف بلشت في موضوع العقارات وليش فكرت بالعقارات يعني إحنا بلشنا في النبالي وفارس بلشنا أنا خلصت من جامعة النجاح هاي الجامعة الوطنية العريقة اللي أنا يعني بحبها وبنتميلها وأنا سعيد جدا اليوم إني أنا في فضائيتها وإنه أنت يعني من أعلام هاي المؤسسة أخي فراس وأنت باعك طويل في مجال الإعلام ومعروف في وطنيتك وأنت ماءك من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يعني شاهدتنا يعني مجروحها بحقك لأنك أنت يعني يعني علام ومعروف ولكن بدنا الحمد لله زي أي مواطن فلسطيني بدنا صغار والحمد لله يعني بالصدق بالمتابرة بالعمل الجاد الحمد لله وصلت الشركة إلى ما وصلت إليه والشركة اليوم يعني في جزء من إخواننا المشاهدين يعرفوش أنك في أردن وفي الأردن موجودين في المغرب بنشتغل في أكتر من قطاع بنشتغل بالقطاع العقاري والقطاع السياحي وبنشتغل كمان في القطاع الزراعي بنشتغل كمان بالقطاع الصناعي اليوم كنا مع دولة رئيس الوزراء كمان ويعني رح يفتح المجالات إلنا ولكل مستثمر فلسطيني موجود برى البلد كمان إن بيرحب فيه وفيه تجهيع استثمار رح يكون هناك قصة تجهيع استثمار يعني هي قصة كبيرة لتجهيع استثمار بس أنت كمهندس خالد كيف اخترت ليش اخترت العقارات تحديدا لما بلشت يعني خلصت من الجامعة النجاح الوطنية مهندس صحي لماذا اخترت إن تتفتح مشروع وتروح للعقارات بيش تروح موظف كان امتداد لطبيعة الدراسة اللي أنا درستها أنا خلصت هندسة مدنية من جامعة النجاح الوطنية في سنة 2000 طبعا لما أنا خلصت بلشت أن نشتغل في القطع العقاري ترى فيبلش الواحد عقده ببلش بشراكات ببلش والحمد لله يعني نمت هاي الشركة بجهود موظفين يعني بنوجه لهم التحية وشباب يعاملين في النبالي وفارس هم أعمدة لهاي الشركة كل هدول الشباب في كل الأقسام والحمد لله اليوم الشركة فيها أكتر من خمسين موظف وموظفة وبدي أمشك أخي فراس أنا بعرف أنك أنت سند للمرأة الفلسطينية وداعم طبعا إلها ودائما بتشجع في شركة النبالي وفارس يعني يمكن العنصر النساء إغالب على العنصر الرجالي وأكتر من رئيسة قسم عنا هم من السيدات الفاضلات يعني كل الدعم والشكر إليهم لأنهم برضو بيشتغلوا ليل ونهار حتى هاي الشركة تظل تقدر تفتح بيوت وتقدر تبني وتقدر تعمر طب كم كان صعب عليك إنك تشتغل خارج فلسطين يعني أنت اشتغلت في رمالة وعلى العمارات ذات الأسماء الفلسطينية والعربية تحديدا ليش قررت تفتح برا يعني إحنا كان استمرنا بالخارج بهدف دعم الداخل وليس كان بهدف لا سمح الله هروب للاستثمار الفلسطيني إحنا بنعرف إنه في متغيرات وعانينا منها في فصل الانتفاضة الثانية والسوق الصغير ولكن استثمارنا خارج الوطن هو بهدف تتبيتنا في الوطن هو بهدف رافض بهدف يكون صمامات أمان موجودة للشركة إحنا لن نترك هاي البلد ولا تحت أي ضرف مهما كان مهما قسى ولكن استثمارنا برا البلد واليوم حتى كمان بظل أعود أو أذكر باللي حكا دكتورنا وقائدنا محمد الشتي اللي أكد اليوم أنه آن روحوا استثمروا كمان حتى في العراق لأنه كانت كان فيه اجتماع إليهم موجود في العراق وأكد أنه اجتماعوا يعني اشتغلوا في العراق اشتغلوا في الأردن اشتغلوا وين مكان ساعدوا وين مكان حتى الخبرات حتى الخبرات تبادل إحنا اليوم للأسف عنا جزء كبير عاطل عن العمل خاصة في القطاع الهندسي والعلم الإنسانية هذا الحكي إحنا يعني بلا شك بنعاني منه لأنه هذول الشباب هم أولادنا وهم أهلنا وهم إخواننا وهم بدل ما يكونوا عالي لصمح الله أو غير قادرين إنه ينتجوا بلا شك في فتح أفاق استثمارية جديدة سواء كانت جوا البلد أو خارج البلد رح هذول الشباب يعني يدخلوا بخط العمل وبسير العمل وبلا شك إنه وجود أي فلسطيني كمان ناجح بره البلد هو كمان بيؤدي رسالة يعني أنا كمان أخي فراس سمح لي أني يعني أوجه دعوة لأخواننا المستثمرين الفلسطينيين اللي بيسمعونا في أي مكان في العالم سواء كان في أمريكا أو كان في الخليج أو في أوروبا في أي مكان وهي نمادج فلسطينية رائعة وناجحة في وين مكان ما في بلد بتواجد فيها الفلسطيني إلا يبدع وبيقدم قصة نجاح وبيكون خير رسول لبلده الحمد لله موجودين في أوروبا موجودين في أمريكا موجودين في وين مكان أنا كمان بحكي لهم أنه فلسطيني بتدعوكم أنه تزروها بتدعوكم أنه تستثمروا فيها هي ومربحة الاستثمارات ومربحة طبعا فلسطين لازالت بلد بكر في الاستثمارات في أفكار جديدة هم قادرين وأنه يشتغلوا فيها إحنا كقطاع خاص وأنا بصفتي أحد العاملين في هذا القطاع برحب فيهم وجاهزين نفتح بيوتنا ومكاتبنا لهم في أي وقت وبنفس الوقت الحكومة من أصغر شخص لأعلى شخص فيها كمان جاهزة لأنها تساعد هذه البلد تستحق مننا أنه إحنا نعطيها مش نظل ناخد منها فلسطين تستحق أنه رجالها يوقفوا معاها ويساندوها حتى نعدي هذه المرحلة الصعبة السواء كطاع تطوير العقاري هل هو كطاع بحاجة لمزيد يعني بحاجة لشباب جدد ممكن أنه يشتغلوا فيه يستثمروا فيه يعني أحلم نعرف زي ما حكيت حضرتك من دقائق أنه في نسبة عالية من بطالة المهندسين يعني لو قرر أو فكر مجموعة من المهندسين هم يجتمع مع بعض ويعملوا شركة تطوير العقاري هل تنصحهم منهم يخذوا هذا الموضوع الغمار؟ بنصحهم ولكن بدها الأمور دراسة بدها بحث وتعمق يعني في بعض القطاعات العقارية ناجحة وفي بعض القطاعات مشبعة يعني الشواء الفارهة مثلا ما بنصح هذا اليوم يروح لها الشواء الاقتصادية ممكن يكون فيها مجال أكتر فهي لازم بالضبط لازم هي الأمور تدرس وتدرس بعناية وبنفس الوقت حتى المهندسين كمان في عندهم ممكن يكون فيه شغلات إبداعية أكتر من مجرد البناء فيه شغلات العلاقة في الصناعة فيه شغلات العلاقة في الصناعات التحولية فيه شغلات في الصناعات التكملية فيه أفكار كتيرة أنا متأكد أنه أي شباب بيجتمعوا وزلاءوا الدعم والمساندة وكانت عندهم فكرة ناجحة بالتأكد راح يقدر ينجحوا فيها طيب تشطيب الشقق عندنا برام الله تحديدا يعني فيه ناس بتحكي أنه فيه تشطيب جيد وفيه تشطيب متوسط على ماذا يعتمد التشطيب وهل فعلا أنه إحنا لدينا تشطيب سيئ كما يقال أو إلا هاي مجرد إشاءة لا أنا بدأ أحكي لك مستوى المستوى العقاري الموجود في فلسطين وتحديدا فيه رام الله هو مستوى مفخرة صحيح ومستوى عالي عالي بالكواليتي والصناعية الموجودين هم صناعية مؤهلين قادرين يعني مستوى التشطيب أنا بعتبره عالي وممتاز ولكن بتفاوت طبعا من إسكان لإسكان أو بتفاوت من مقاول لمقاول أو من صناعي لصناعي وهذا الشيء طبيعي موجود في كل العالم ولكن بشكل عام القطاع العقاري في فلسطين هو قطاع مزدهر قطاع ريادي قطاع كمان بعطي يعني انطباعة جميل وحلو عن البلد لأنه كل بناية بتنبناها هي عبارة عن فوسيفساء بتنخط في هاي اللوحة الكبيرة اللي بيتمثل فلسطين وإحنا يعني أنا من الناس الحريص جدا اللي لما ببني لأنه بالآخر حنا بنحط اسمنا على هاي البناية بتتسجل باسمنا إنها مهما كان عمرك طويل عمر البناية أكتوال منك فهاي البناية بتتفاخر فيها قدام أولادك قدام أجيال قادمة يعني حتى انت لو من مين ما شريت رح تضلت تقول أنا شريت من فلان أو شريت من الشركة فلانية فهذا الحكي وبالآخر الصح هو اللي بيطلع هو اللي بيستمر وهو اللي بيكبر وأي حدا بيشتغل غلط أو بيبني بجودة أقل من المواصفات بالتأكيد السوق رح ينبدو رح يطلعوا برا ولا يصحي إلا الصحيح اللي بحكي فيه أنه مستوى العقارات في فلسطين مستوى التشطيب مستوى الحجر الموجود في فلسطين هو حجر مش موجود في مكانتين مهندس خالد يعني لماذا لا توجد في فلسطين فكرة الأحياء أو المدن الجديدة مثلا هناك مدن ولكن بعيدة عن رمالله بعض الأحياء بعيدة عن رمالله لماذا لا تنتشر هذه الثقافية في فلسطين ما المانع يعني بديش أنا أخلي الاحتلال هو الشماعة ولكن حقيقة الاحتلال له جزء كبير من هذا الحكي لأنه أول إشي الأراضي الموجودة خارج المدن الفلسطينية للأسف في معظمها أراضي سي في مشاكل في الملكية في مشاكل في البنية التحتية في مشاكل في الطرق في الوصول إليها يعني إحنا يعني مش غرب الليلة كان الجيش موجود في قلب مدينة رمالله فهذا الحكي المواطن الفلسطيني بيخاف منه بيعاني منه فهذا الحكي بيخلي الناس يتحاول تكون قريبة للمراكز قدر الإمكان وبحاجة كمان أخي فراس تحملني للخدمات الأساسية وأهمها المدارس المستشفيات هاي الخدمات طيب يعني ما فيش مجال نعمل يعني تجمع كامل يعني الأمور مش سهلة خصوصا خلينا نروح مثلا ضحية الرحان يعني الطريق من رمالله لضحية الرحان سيئة مثلا يعني ربما لو كان الشارع أوسع وأسهل أكيد بيكون توجه الناس من الطيرة مثلا أو من رمالله باتجاهها بجوزة يكون أكثر يعني بدي أخطف معك بالنسبة للرحان يمكن الرحان من أفضل من أكتر الضواحي اللي نجحت لأنه كان كانت الأرض الموجودة يعني كمان نحن منطلع الأراضي الأرض اللي أخدت في الرحان كانت أرض نادية يعني مشكل يوم أنت سهل تلقى قطعة أرض لمالك واحد تكون 250 دنم وتكون ملكيتها صحيحة اليوم المشكلة أنه الأراضي صغيرة ومشتتة صحيح ولكن المهدس خالد أنا هون النقاش على الطريق يعني المشكلة الأساسية هي الطريق مضبوط صحيح أحد أهم المشاكل هي هي المشكلة الأساسية يعني لما تروا على الحي جوا مدخل الحي رائع العمارات الفلا البنية التحتية رائعة لكن الطريق اللي تربطها مع رمالة اللي تقلل المسافة بدأ تطوير صحيح صحيح وهذا الحكي يعني اليوم يعني لا نعلم لقد بقصد نحن هون ننتقد بقصد التطوير صحيح أنه يا عمي هذا الشارع بتوقع أنه بلدية رمالة يعني منتبهى هي اليوم صارت الرحان تابعة من ناحية قانونية ومن ناحية جغرافية لبلدية رمالة لبلدية رمالة نتمنى أنه تسمح الشارع يعني صديقي الشخصي يبقى لك يناس كثير هتسكين ألا وضحية الرحان هي ضحية مهمة جدا صحيح خصوصا أنه فيها مستشفى وفيها جامعة وفيها لأمول فإحنا بنتمنى أنه مزدد شكرا جزيلا لك على هذا اللعفو أخي فراس شكرا لك لفضائية النجاح اللي احنا منعتز فيها وننتمي لهاي المؤسسة العريقة من أيام ما كنا شباب صغار رحين ضل ننتمي لها وبنتمنى أنه جامعة النجاح فضائية النجاح ضل تكبر وتكبر لأنه هذا نجاح لكل مواطن فلسطيني شريف حر شكرا جزيلا شكرا كتير مشاهدين الأعزاء إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الحقيبة الاقتصادية إلى اللقاء في حلقة أخرى الأسبوع القادم تصبحنا على خير موسيقى ترجمة نانسي قنقر